الملف الأهم للمواطن الأمريكي المواطن الأمريكي دائما يريد أن يعيش حياة أفضل ولا يعني ما خارج الحدود بالرغم أن هناك متغيرات دولية مهمة جدا وينعكس أثرها أيضا سواء في الحرب في الشرق الأوسط أو في الحرب الروسية الأوكرانية على الداخل الأمريكي لكن سؤالي هنا على ملف الاقتصاد إذا تحدثنا عن كلا المرشحين هارس تقدم نفسها بأنها مرشحة الأمل والمستقبل وأنها تركز على ما يسمى ما بين قوسين اقتصاد الفرص يعني مزيد من الإعفاءات الضريبية دعم للشركات الصغيرة وغيرها وترامب في المقابل يرى أنه نحن نعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية حالة اقتصادية خطيرة السبب فيها هو سياسات بايدن وهارس والحزب الديمقراطي وله توجه مختلف هذا الملف الاقتصادي كيف ترى رؤية كلا المرشحين وكيف ينظر إليهما الناخب الأمريكي يعني شأن هذا المحور تحديدا وجدنا في آخر تجمع انتخابي لترامب وقال جملة يعني علقة في أزهان الإعلام الأمريكي حتى الآن وتتمثل في أن المرشحة الديمقراطية كامالا هارس تتحدث عن برنامجه الاقتصادي أكثر ما تتحدث عن برنامجه المواطن الأمريكي بالفعل خلال السنوات الماضية أسى كثيرا من الأوضاع الاقتصادية التي لا نقول أنها مزرية ولكن أنها سيئة بعض الشيء بالنسبة له مقارنة بفترة ترامب أو الولاية الأولى التي تولها ترامب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها تضخم كبير للغاية وهذا ما يعد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمعالجة هذا الأمر عفوا محامد عفوا يعني مازال ترامب يحصد ولاية بعد أخرى أولى الولايات المتأرجحة وهذه الولايات التي يتم الرهان عليها بشكل كبير في حسم نتائج الانتخابات الأمريكية نورت كارولاينا يتقدم فيها أو يحسم الفوز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب يعني نعود إلى الملف الاقتصادي أيضا كامالة هاريس بحزب ما حضرتك وصفت أنه برنامج الأمل أو كما تصفوه حملتها أنه برنامج الأمل الاقتصادي ترامب يرى أو المواطن الأمريكي يرى أن ما يعيشه المواطن الأمريكي خلال هذه السنوات هو نتاج لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضا يحمل كامالة هاريس بعض المساوئ من هذه الإجراءات نظرا لأنها نائبة الرئيس الأمريكي أيضا خلال هذه الفترة استغل الرئيس السابق دونالد ترامب بعض التصرحات التي خرجت بها كامالة هاريس بخصوص الفرص وأننا سندعم فرص ومليون فرصة عمل وأيضا أن هناك لا يوجد أي تمييز لرجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية واختصت الرجال الأعمال السود أنه هو ترامب عرف المقاطعة كان بيدعو إلى تخفيض الضرائب على الأثرياء أو على الشركات الكبرى يعني كأنه هو مرشح ينحاز إلى الطبقة الثرية وهي يتنحاز للطبقة المتوسطة والعملية يعني حتى ترامب رأى أن هذا يعني ظلما لرجال الأعمال أو أسرى الأثرياء في الولايات المتحدة هو ابن طبقة رجال الأعمال هو يأتي من هذه الطبقة وبكل وضوح وهو لم ينكر هذا أنه كان يعمل الاقتصاد الأمريكي كرجل أعمال وليس كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية حينما كان الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية ولم ينكر ذلك ونرى أن رجال أعمال ليسهم مصنفين لهم على قمة الهرم في الولايات المتحدة الأمريكية إيلون ماسك قام بدعم ترامب بشكل كبير للغاية وحادث خلال خبر دعمه لترامب كان هو ترند العالم لفترة طويلة وكل تصريح كان يخرج به إيلون ماسك دعما لترامب كان ترامب يزيد في تردد في الأخبار في وسائل الإعلام العالمية بشكل كبير للغاية ترجمة نانسي قنقر